لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد بلا ادنى شك ان الكل كان يتوقع بالنسبة للذين يؤمنون ان الرئيس سيظهر كانوا يتوقعون ظهور الرئيس اما انه نازل في المطار عائد او انه في اقامته داخل الدولة يفاجئ الجزائريين بظهوره او انه يظهر من خلال زيارة لوفد تلفزيوني يصورونه يلقي كلمة مختصرة يظهرونه وهو يتحرك يقوم ببعض الامور هذه الاحتمالات الوقت وهناك ايضا من احتمل عدم عودة الرئيس وان الرئيس توفي وان الرئيس يحتضر او ما الى ذلك كل الاحتمالات واردة وسبب هذا هو ذلك الغموض وتلك الطريقة التي تعاملت بها رئاسة الجمهورية مع مرض الرئيس والتي اوحد الى انها لان الطاقم الاعلامي اما انه ليس في المستوى المطلوب او انها هناك جهات ارادت تسيير هذا المرض بهذه الطريقة التي كانت محل انتقاد عندما كان بوتفليقا هو الرئيس المريض كثير سألوا لماذا ظهر الرئيس بهذا الشكل من حيث المبدأ ان ظهور الرئيس بهذا الشكل غير طبيعي وانه هذا الشكل مهين لمنصب الرئيس الرئيس لا يمكن ان يظهر بهذه الطريقة عن طريق فجأة عن طريق فيديو مقطع بطريقة ليست حتى احترافية ونلاحظ المقاطع ثلاث مقاطع ينتهي المقطع بكلام وبعد ذلك يعاد جزء من الكلام الاخير في المقطع الثاني ليست هناك احترافية في تقديم الرئيس بعد غياب ما يقارب الشهرين كما اكد الرئيس بنفسه كما تعلمون منذ ما يقرب شهرين وخدته الى الخارج على جناح السرعة هناك قراءات نتحدث بمنطق التحليل اولا وقبل كل شيء وهنا افتح قوس انني عندما قلت في المداخل الماضي انه ظهور باهت لم اكن اتحدث عن وضعه الصحي كما يتوهم الكثير انا اتحدث عن ظهوره الباهت ليس في شكله الشخصي بانما في ظهوره كرئيس للجمهورية ما بين بعد غياب بهذه المدة وبعد هذا الحبر الذي اساله وبعد هذا الجدل الذي حدث ظهور باهت وبطريقة لا طليق برئيس الجمهورية هذا هو كلام امر اخر ان هناك من روج عبر مواقع التواصل الاجتماعي بانني كنت اتحدث عن اجتماعات دورية حول قضية انه جاءة مؤسسة العسكرية خاصة تبحث ما بعد الرئيس تبون وتضع سيناريوهات مختلفة طبيعي جدا اولا انه النظام الجزائري والسلطات الجزائرية والسلطة الفعلية هي المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة انها تبحث سيناريوهات مختلفة واكد لهذه اللحظة ان كل المعلومات التي نقلناها صحيحة وان السيناريوهات الاكثر سيناريو تم طرحه هو رحيل عبد المجيد تبون زادتها قضية المرحلة الانتقالية التي طرحها الرئيس الفرنسي ماكرون زادت تأكيد على ان هناك طرف قوي داخل السلطة الجزائرية كان يبحث مرحلة انتقالية ما بعد عبد المجيد تبون ما جي الان تزايد وتقول هاوظ هر الرئيس تبون معناها خلاص انه لم تحدث اجتماعاته بهذه الطريقة انتم الذين تترويجون الى هذا الطرح تهينون الدولة الجزائرية لا يمكن لدولة لديها مؤسسات ولا يمكن لدولة لديها نظام امني وديها عسكري واشياء كذلك لا تبحث سيناريو ما بعد الرئيس الرئيس متمدد على فراش الموت كان في وضع سيء لانه غادر في غيبوبة والرئيس بحد ذاته اكد اصحة المعلومات قال ما يقارب الشهرين وهم نقلوه نهار 28 28 حتى اليوم ظهوره شهر ونصف علش قال ما يقارب الشهرين نحن تحدثنا بان مرضه كان قبل 18 كان قبل 18 اكتوبر من 18 لو نحسب فقط من 17 اكتوبر حتى الى 13 نلقاها ما يقارب الشهرين وايضا على جناح السرعة هذا كذب ما قالته رئاسة الجمهورية من قبل بانه بتوصية من الاطباء من اجل اجراء فحوصات في المان لا نقالوه على جناح السرعة لانه كان في وضع سيء وخطير والرئيس اكدها بنفسه الرئيس كذب كذب لانه اولا ربما لا يدري ما قالته فيه لانه كان في وضع صحي لم يتابع او ربما اراد فقط توجيه رسائل بهذه الطريقة ولا اعتقد بانه الطريقة الارتجالية التي تحدث بها يمكن انه يهتم بكثير من الامور بقدر ما اراد فقط ان يوجه بعض الرسائل هذه اللي سنة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله